تحت شعار الشباب بين التحديات ورهانات الشغل عقد مركز المهنيين الشباب جمعه التأسيسي بحضور شباب مدينة طنجة وفائلين جمعويين وممثلين عن قطاعات عمومية وخاصة الأهداف الذي ستشغل عليها المركز كما تشرف العرض الذي قدمناه ومركز المهنيين الشباب إدماج تكوين موكبة ثلاثة ديال الكلمات خرجنا منهم بزاف ديال الاهداف الهدف التي حطينها المساهمة في المستوى التقافي والمهني للشباب كذلك المساهمة في تشغيل عداتي للشباب المساهمة في الإدماج في قطاع الشغل مع الشركاء الآخرين المساهمة في التوجيه الجيد بالنسبة لمشاركة ديالنا لأنه مشاركة ديال الشباب المهنيين ونحن رأي مكتب تكوين المهني فزيادة على هذا أننا نجيه من الشباب وكتهمنا منه فجينا نشوفه باش نشوفه فين نقدرون نساعدوا هذا الشباب فين نقدرون الكولاب وغيروا معهم باش نسيدوا بهم القدم العمل على تطوير المستوى التقافي والمهني للشباب وإشراكهم في السياسات العمومية كقوة اقتراحية هي أبرز الأسباب التي دافعت إلى تشكيل مركز المهنيين الشباب اشتركوا في القناة